مرحبا وأهل وسهلا في برج الحمل اليوم لدينا توقعات برج الحمل بالنسبة للدراسة والعمل والعاطفة في عندك طاقة انتظار انتظار شخص أو أمر معين أنه يتم إلك فترة طويلة عم تستنى في أول الشهر بشوفك عم تنتظر يعني على أحر من الجمر بس فيما بعد حتبين عندك بوادر اللي هي ممكن تبشرك في الحصول على هذا الاشي ممكن ما تحصل عليه في أول الشهر خلينا ناخد من هذا عم بشوفك عم تتخذ قرار بعد فترة طويلة وانت آلأ آلأ فمطلوب كان منك ديدلاين مثلا أو يعني أنك خلص تاخد هذا القرار في هاي الفترة عم بشوفك أنك عم تاخده بناء على أشياء أو أمور تكشفت لك ما كانت في الفترة الماضية ما كانت عندك إياها موجودة هاي الأسرار أو التفاصيل البناء على هذا الاشي رح تتخذ القرار وأنا شايفيته قرار إيجابي عم بشوف طاقة الأبراج ممكن تكون اللي عم تتعامل معك هذا الشهر أبراج نارية أبراج ترابية في طاقة برج التور أو العذراء أكتر إشي مبينة في الورق في أسد شايفيتك عم تكسر حواجز معينة كانت حواليك كنت أنت تخلقها أو المحيطين حواليك عم يخلقوها حواليك مخنوق يعني أول الشهر عم بتكون مخنوق أو الشهر الماضي كان في إشي خانق أو متخانق مع مثلاً حداً المهم هاي الحواجز عم بتحاول أنت بإيدك أنه تكسرها وعم بتكون قادر من بعد فترة اللي هي عدم ثقة بالنفس أو يمكن ما عندك كانت هاي الجرأة هلأ عم بشوف فرصة حلوة عشان يعني تتحرر من هاي المغخاوف اللي كانت عندك ومن المشاكل ويمكن تتخلص من أشخاص معينين كانوا وقفين يعني قدامك كانوا دايماً عم إما بيحطولك معنوياتك أو إنهم كانوا يحاولوا الحصول على شيء أنت بتملكه كانوا نفسوك على شيء معين إما في العمل أو في الحياة العاطفية ممكن يكون لكن عم تحصل على هذا الإشي في النهاية من بعد صبر أو ألم عم بشوفك يعني عم تحصل عليه بعد تعب يعني مش اللي هو حظك ضارب كان فيها لا كنت تعب علشان توصل هذا الإشي وعم توصله عم بشوفك آخر الشهر أو من نص الشهر لآخره عم بشوفك بالطل يعني في عم بتكون متوازن عم بتكون يمكن في شغلات رح يصير في الحياة العاطفية أكتر إشي مبين عندي في الحياة العاطفية في شغلة ممكن تكون حلوة كنت تستناها خلال الشهر الماضي أو الفترة الماضية كنت تستنى إليك كمان عم كتير عم تستنى الحمل كانت عنده طاقة انتظار فضيعة كان يستنى شغلات كتير هلأ عم بشوف بوادر خير عم بشوف يعني في أشياء عم تصير من اللي أنت كنت حاببها عم بشوف عند الأزواج مشاكل يمكن تتعلق بضرف الثالث أو اللي هم الأهل أهل الزوج عم بتحاول أنك تسيطر على الزوج لكن أنا عم بشوف أنه الحبيب أو الزوج لأ عم يكون شوي مع الطرف الآخر ضدك أو عم بيجاك راك عم بيبعد شوي يقرب شوي فعم بشوفك بتربح على هدول الناس أو على هذا الطرف في الأسبوع الثاني مثلا ممكن عم بشوف طاقة اعتذار في شخص أو مجموعة من الأشخاص لا هو شخص واحد أكتر إشي على الأغلب ممكن يكون عم بيجي ورافع الراية مثلا أو عم بتكون الأمور معا مش زي ما بده هو فعم بيشوفك أنت على حق يعني وأكتر إشي مبين في هذا الكرت أنه أنت عم تربح مثلا شغلة أو عم تربح على شخص عم تنتصر في شغلة معينة كانت مسببت لك أرق في هذا الموضوع في هذا مبين فيه كمان عم بشوف محكمة أو أنت عم بتوقع على شي على وراء على عقد معين ممكن إلو علاقة بالعمل أو حتى بالحياة العاطفية مش عارفة أكتر إشي مبين عندي أنه أنت راح توقع على وراءك وأنت راضي ومقتنع في طاقة هوائية كمان أنسيت أحكيها في بداية الفيديو إذن في عنا طاقة هوائية يعني عم تكون كتير بالوراء بأكتر من ورقتين هاي الثلاث وراءات أربع وراءات في كتير كمان طاقة هوائية عم بتكون في الأوراق عم بشوفك كأنه عم تطلع من الأوهام أو أنه في شخص كان يوهمك في موضوع معين عم تكشفه عم بتحطه على مفترق طرق يعني أنت تطلب منه ياخد قرار معين بصرامة يعني عم تكون أنت كتير خلاص بدك الأمور تتغير مليت كتير من الأشياء اللي كانت موجودة بينك وبين هذا الشخص هذا الشخص ممكن يكون في الشغل ممكن يكون في الزواج في العطفة مبين عندي أنك راح تملك شجاعة على اختراق مثلاً مشروع فكرة كانت عندك إياها وهلأ صار وقت إنه بتحس إنه خلاص صار هذا الوقت لحتى تطلع هذا الإشي من جواتك وكأنه مشروع أو مثلاً إلو علاقة بالأبداع يعني في عندك هواية مثلاً بدك تطلعها على أرض الواقع أو تكسب من وراها دخل معين عم بشوف فيه أشخاص عم يكونوا متربصين في أكتر إشي مبين أنه ممكن يكونوا أقارب أو أشخاص متقاربين مكاتبهم عند مكتبك مثلاً إذا كان في الشغل وعم تمتهي هاي الأمور على خير مبين أنه فيه مصالحة لأنه حكيت من قبل في الورق اللي قبل إنه فيه احتذار من شخص معين أو مجموعة من الاعتذارات اللي عم بتكون من أشخاص زعلت معاهم أشخاص قدمين كمان شو عم نشوف بالورق عم نشوف عم تتسرع فيه موضوع أو فيه أخذ قرار عم بتتسرع فيه وتكون مثلاً مندفع في هذا القرار فأنا بنصحك لا تدرس هاي الأمور لأنه عجلت الحظ ما حتكون معك كتير لدرجة أنه تكون محظوظ في الأمور كلها والأمور كلها تمشي بسهولة لا هذا الشهر خاصة أول أو أول أسبوعين حيكون فيه عندك اللي هو انتظار وعم تاخد قرارات يمكن ما تكون صحيحة نتيجة عن الاندفاع أو الملل اللي عم بيكون عندك بالنسبة للأشخاص اللي عم يدرسوا عم بشوفهم كتير عم بيثابوا وزي ما حكيت أنا برج الحمل هاي الفترة ما عم تكون معها الحظ بشكل كبير لذلك يعني بنصحكم إنه كتير تديروا بالكم على موضوع الدراسة لأنه على حسب ما بتدرسوا هذا الشهر على حسب ما حتحصلوا عليه لأنه ما في يعني ناس بيساعدكم بهذا الموضوع أو ما في أنتلوا حالكم عم بتحققوا نجاح في هذا الموضوع بالنسبة للشغل كمان مبين عندي اللي هو الاستعانة بشخص ممكن يكون أكبر منك في العمل في واسطة في موضوع معين عم تطلب من هذا الشخص وهذا الشخص على فكرة يعني بشرته مثلا مش بيضة عم يكون حنطاوي أو أسمر شوي هذا الشخص عم تطلب منه طلب وعمل بيلكية لذلك عم بتحس حالك في الشغل عم بتحقق تقدم عم بشوف في ما فيه اللي هو تغيير مكان لا فيه تغيير معين في شخصيتك أنت عم تشتغل عليه إليك فترة وهلأ عم بتحس أنه صار الوقت إذن بشكل عام الحمل من بعد انتظار طويل وملل من الأشخاص اللي حوليه أو ملل من شخص معين عم يستنى عم يستنى ما فيه شي عم يلوح بالأفق لذلك عم يتخذ قرارات كتيرة في هذا الشهر وأغلب هاي القرارات عم بتكون في صالحه عم تتعامل مع المال هاي الفترة بيعني بحذر شديد وكعيناك على حافة الإفلاس بس أنا بضمنك أنه الأمور يعني المادية رح تكون تمامية يعني ما فيه مشاكل على الوضع المادي خلال هذا الشهر بس عم بشوفك يعني بتصرف بتشتري أشياء كتير أو سيارة يمكن عم بتفكر أنك تغير سيارتك أو تشتري سيارة عم تصمد فلوس أو عم تاخد قرد ممكن هذا يكون هو الورق اللي عم بتوقع عليه اللي هو شراء سيارة أو شراء ممتلك يعني واحدة من الممتلكات اللي عم بتفكر فيها إلك فترة شهر تموز رح يكون اللي هو يوليو رح يكون يعني قرارات كبيرة عم تاخدها واللي حواليك كمان عم ياخدوا خطوات اللي يتقربوا منك عم بتكون محبوب هاي الشهر خلينا نشوف بالنسبة للعاطفة خلينا أنا خلطت الورق في بعضه خلينا نشوف العاطفة نحاول نفصل فيها أكتر برج الحمل تعب كتير وأنا شاهدة على هذا الإشي يعني حتى القراءات الخاصة عم بتكون شوي آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ building thecad في الفترة الماضية ورقتين مع بعض نزلوا رح نحاول إن شاء الله بالأيام الجاي أن ننزل توقعات اللي هي أسبوعية أو لأسبوعين على الأقل عم بتكون أكتر تفصيلية لأن الطاقات بتختلف من وقت للتاني عم بشوف للمرتبطين أو للمتزوجين في شوية مشاكل في شوية مشاكل بتلوح بالأفق وأغلبها أنت بتكون السبب فيها يعني عم بتكون متوتر شوي هذا الشهر بتحاول إنه تتحرر من وضع معين عم تلعب المادة إشي أساسي في علاقتك العاطفية إن كانت زواج أو أنت إنسان مرتبط عم يكون الوضع تمام زي ما بنشوف هون لكن فيه زي ما قلتلك فيه قبل طلعت معاي ورقة وهي الورقة التانية كمان إنه عم بيكون فيه أوهام أو عم بيوهمك الطرف الآخر في موضوع معين أو عم يوعدك وهو جواته فيه فيه مخططات تانية فعم بشوف إنك كاشفه يعني بس فيه نوع من السعادة في الموضوع آخر الشهر بالنسبة للمرتبطين المتزوجين بالأخص عندهم مشاكل من ناحية ممكن أهلك أنت أو أهل هو ممكن تكون أخت الزوج أو الحبيب أو أخوه مثلا ممكن يكون يلعب دور كتير خلال هاي الفترة أو الفترة اللي مضت وإنت بتكون على زعل مع هذا الشخص اللي عم يتدخل فيه علاقتكم بس رح تنتهي على خير وبفرح وبسعادة إن شاء الله فيه وكأنه عم تجتمع مع أشخاص بتحبهم عم تكونوا مختلفين عم تكونوا مختلفين في الثقافة أو في اللغة أو يمكن حتى في الدين عم تكونوا بعاد من فترة مثلا ولتأيتوا وعم تحتفلوا بهذا الموضوع فيه خير جاي لك لبرج الحمل فيه خير جاي بالطريق عم بشوفك مثلا بالليل عم تسترجع ذكريات معينة أو عم بتفكر بحبيبي يعني قديم مش قديم شوي إلو فترة لا قديم كتير يعني اللي هو ممكن يكون الحبك الأول ما عم تفكر بالرجوع لإلو ولكن بشوفك كتير بتتذكروا أو بتسمع أغاني مثلا علشان تخليك تتذكروا هاي الفترة لكن عم بشوف فيه ناس مغرضين يعني فيه ناس شررين في الموضوع شخصين ممكن يكونوا واحد منهم ممكن يكون اللي هو عيونه سود شعره أسود لكن أبيضاني فيه نوع من الشر داخل هذا الشخص تجاهك عم يطلع عليك من بعيد أنا طبعا عم بحكي إنه ذكر أو أنثى ما ما عم بحدد هذا الشخص أو هدول الشخصين عم بيتطلعوا من بعيد وكأنه فيه نوع من الغيرة أو التجسس فيه مراقبة إلك كبيرة هذا الشهر يا برج الحمل فيه ناس عم يستناك على غلطة أو عم يراقبك يمكن فيه موضوع العلاقة اللي أنت فيها ممكن يكون فيه حساد فيه ناس بدهم يبعدوا من مصلحتهم إنه يبعدوا بينك وبين الحبيب فتدير بالك من هذا الموضوع عم بشوف خاصة النساء خاصة النساء من برج الحمل عم بشوفهم عم تجيهم هدية ورد مثلا يعني هدية اللي هي القيمة المادية مش كتير لإلها لكن قيمة معنوية كتير كبيرة عم تجيهم هدية أو ممكن يكون خبر لكن فيه غيوم فيه يعني الوضع مش ستيبل إنه مية بالمية فيه فيه تغييرات معينة حواليك عم تسير لكن عندك الوضع عم بيكون مستقر اللي هو ما فيه قرارات كبيرة في موضوع العلاقة فطبعا هذا للمرتبطين مش للمنفصلين أو المطلقين هذا عم بيكون للمرتبطين بالنسبة للشخص الأعزب عم بيكون شوي كوحيد هاي الفترة وكأنه حابب إنه يكون وحيد عم كمان عم بتعامل مع برج ناري يمكن إعجاب يمكن اللي هو عم تستنى من طرفه بخطوة معينة لكن فيه 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 ورد يا جماعة فيه ورد بالموضوع فشي كتير حلو يعني بالنسبة للمرتبطين خلينا نشوف بالنسبة للمنفصلين اللي عم يستنوا الرجوع إن شاء الله كمان ورقهم يكون حلو من برج الحمل الحبايبي اللي مضوطين كانوا بالفترة الماضية المنفصلين حلو كتير هاي الورقة يعني أنت لابستاج هو لابستاج عم تحتفله بموضوع معين يمكن يكون فيه رجوع خلينا نشوف بقية الورقة بس هاي الورقة كتير إيجابية في الموضوع الطرف الثاني عم يدرس الموضوع عم يدرس موضوع مادية عم بيكون معجوء في جو مشحون بالمادة المادة عم بتسيطر عليه أو بيحاول جمع مبلغ معين يمكن للارتباط خلينا نشوف إذا فيه علاقة ثلاثية ممكن تكون والله فيه مبين أنه فيه وجود أشخاص آخرين غيرك مع هذا الطرف لكن فيه نوع من الانتصار نوع من الفرح على شخص معين عم بتحس حالك طفل صغير وعم تفرح بهدية يعني هي فرحة الطفل بتكون فرحة صافية ما فيها شوائب فيه شخص بحياتك اللي هو يمكن يكون الشخص اللي أنت منفصل عنه هاي على فكرة الورقة طلعت هاي المرة الثانية ولكن معناها هون ممكن يكون اللي هو راجع لك لكن راجع بنية ممكن تكون فيها نوع من الخباثة عم بشوف أنت بتقدم من عندك أو قدمت فيما سبق تضحيات معينة لكن عم تجيك عم يجيك هذا الشخص لكن لابس درع اللي هو كتير متحصن بيّن عندي فيه خب الموضوع رجع بيّن عندي الورد يمكن كمان للمنفصلين في هدية ممكن تجيهم ممكن يكون ورد أو ما شابه اللي هي هدية رمزية معناها كتير كبير عم بشوفك على عرش معين وأكنك منتصر على بس مش على الطرف الثاني على شخص تاني لكن إلو بيلعب دور في علاقتك مع الشخص بيّن عندي مش العلاقة السراثية لا فيه أشخاص عم يدخلوا بينك وبين الحبيب عم تبذل جهد علشان تنتصر عليهم أو تبعدهم عن العلاقة عم تبعد عم بشوف طاقة بعد اللي هو بتحاول تبعد عن هدول أشخاص السلبيين هذا ممكن يكون في العلاقة العاطفية وممكن كمان في الحياة الاجتماعية عم بشوفك بتبعد عن الأشخاص السلبيين وتفكر أكتر بمصلحتك عم بشوفك متشبث في هذا الشخص وأكنه ما فيه غيره أبدا مع أنه فيه شخص تاني مبين بالوراء لكن عم بشوفك كتير عم بتكون بتغير على الطرف التاني رغم البعد لكن طاقة الغيرة ما زالت موجودة وهي موجودة طبعا عند الطرف التاني كمان لأنه فيه غيره أو هو شاكك أنه أنت عم تلعب لعبة أو عم تلعب من وراء لكن هذا الإشي مش موجود بالورق يعني نبين أنه فيه صفاء من جهدك لكن عم بيكون قلبك محروق على شخص معين وهذا الشخص يعني 70% هو راجع لكن زي ما قلنا نحذر من هاي العلاقة لأنه هو راجع بمنظومة معينة يعني بشكل غير الشكل اللي أنت متوقعه ممكن يكون يطلب طلب معين منك عم تيجي مكالمات لها علاقة بالعاطفة يعني على الرغم من وجود بعض الأوراق السلبية لكن الأغلب عم بيكون فرحة أو خلينا نشوف طاقة الانتصار مرة تانية بيّنت معانا لبرج الحمل كمان شفتها أكتر من مرة فشهر حلو خلينا نحكي بنسبة 70% وهذا إشي كويس خلينا نشوف مثلا نصيحة لبرج الحمل نصيحة لبرج الحمل من الطاقة الكونية أو من الكون لأنه كل شخص يعني بحاجة لنصيحة معينة برج الحمل الكون عم بيقولك اترك الانعزال يعني هذا معنى الأوراق أنه نترك الانعزال لأنه في فرحة بالطريق نترك العزلة ونحاول أنه نندمج أكتر مع الأشخاص اللي بيحبونا واللي بيردونا الخير ونبعد عن الأشخاص السلبيين لأنه ما عم تستفيد من وراهم إلا الحجن والطاقة السلبية إذن بيحكي لك الورق أنه فكر بنفسك أكتر فكر بوضعك ما تشغل حالك بالغير هاي هي كانت النصيحة بشكل مختصر